أسابيع وجرافات الاحتلال تعمل على تجريف إراضي المواطنين هذه في قرية صفة الواقعة غرب رامالله بهدف إقامة منطقة صناعية إسرائيلية عليها بالنسبة لنا إذا بلدية مدعين بعيدة ثلاث كيلومترات وبتوقع ضرر على الناس هناك تفهم ما بالك في صفة اللي بتبعد سفر ارتداد عن المنطقة الصناعية سفر ارتداد فعلا بسفر ارتداد لأن الجدار المنطقة الصناعية بدأ يكون على شباك النوم لغرف الأهالي قريبة مننا أكثر من ثلاثمائة دنمين من أراضي القرية في منطقة خلة خليف وباطن حسان والطلقات والمروج كان صادرها الاحتلال قبل أن يبدأ تجريفها يتتحول إلى هذا المشهد بعد أن كانت سابقا تشكل متنفسا لهم أول إشي هذه أراضي مملوكة لناس منذ الأزل هذه أراضي كنعانية الأهالي صفة أخذوها ورثوها عن أبائهم وعن أجدادهم ما زالوا بزرعوها وما زالوا بفلحوها فطبعا بوكع درر صحي ودرر بيئي ودرر معنوي ودرر مادي على الأهالي فإحنا طبعا في صفة في بلدية في مجلس كراوي صفة مش راحين نوافق على هيك أمور راحين نقاوم لحتى النهاية إضافة لهذه المنطقة الصناعية والتي تزيد الخناق على المواطنين يحيط بقرية صفة أربع مصوطنات زادت من معاناة المواطنين خطورة ما ينفذه الاحتلال هنا لا يكمن فقط عند مصادرة الأرض وحرمان أصحابها منها بل أيضا من مجهول يهدد كافة مناحي حياته من قرية صفة أحمد نزال تفزيون فلسطين رام الله